اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الشخير عالم لوحده sleep disorders وانا في رأيي ان الشخير اشبه ما يكون هو حالة مرضية مهمة جدا لوحده حالة مرضية respectable محترمة جدا لوحده ده دلوقتي branch من برانشات الطب لكن انا في رأيي انه نقوص خطر مهم جدا في زمن الكورونا تحديدا ليه؟ لان الكورونا باللغة العلمية البسيطة اوضحت الكثير جدا من المشكلات بشكل ضخم للغاية فالناس اللي عندها شخير عندها مشكلة في مكان الهوى لما جات الكورونا بحالتها الالتهابية في وجود المشكلة الامر خطرته تتضعف ولذلك امراض المرتبطة بالشخير نعم هناك امراض كثيرة مرتبطة بالشخير الشخير بقى في الحالة دي هيكون زي بيقولك ايه ندرج للعصابة ندرج العصابة يدخل يساعدهم على انهم يقضوا على البناء ادم تعالوا النهاردة نقرب من الشخير ونفهمه بالتفصيل اكتر واكتر ونفهم كلام جديد النهاردة مع ضيف العزيز الذي يبدع دائما في حواره بيمتعنا بهذا الحوار الاستاذ دكتور هشام ابراهيم استشاري الانف والوزن والحنجرة صاحب دكتوراه الالاج بالليزر والاستشاري من كلية طب جامعة القاهرة زمانة الجامعية العالمية للشخير وامراض النوم وصاحب زمانة الجامعية الاوروبية والاستاذ زائر بمستشفى رويل كير العالمي بالخرطوم اهلا بيك يا دكتوريش اهلا يا دكتور ايمن هل الشخير نقوس خطر في زمن الكورونا او بمعنى اخر زي ما انا قلت انه هو هيبقى ندرج العصابة اللي هي عصابة الكورونا هيبقى جزء غالي وعزيز في هذه العصابة اولا اشكر حياتك على المقدمة الهيلة اللي حياتك قلتها شكرا واهمية الشخير واهمية الشخير وعلاقته بالكورونا وعلاقته بالمرض وعلاقته بالدنيا اللي احنا فيها بدء ذي بدء كده الشخير مرض شئنا ام ابينا الشخير مرض خطير جدا شئنا ام ابينا كتير جدا من الناس على مدار سنوات عديدة كالفاكرة الشخير هو عبارة عن صوت بيطلع وكلنا بنشخر وعد الموضوع عادي النهاردة ابدا نهاردة كل يوم بيعدي كل ثانية بتعدي كل ديها بتعدي بتوضح لنا اهمية الشخير وارتباطه الوثيق بحياتنا بالامراض اللي حوالينا بالتخصصات اللي حوالينا بالناس اللي حوالينا بالمجتمع اللي حوالينا بدنيتنا الشخير اصبح مرض العصر ومرض خطير شئنا ام ابينا الشخير طبعا والكورونا ده دي يعني النهاردة فعلا كتير يعني يوميا مش اقول يعني حالات كتير جدا بتجيلي شكا هي كورونا وعندها شخير ايه العلاقة بينه من النهاردة الكورونا التهاب زي ما حياتك عايز عارف فيروس بيدخل بيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي بداية من الانف للحل للرئة للقاصبة الهوائية وما اكثر من ذلك طبعا طبعا الجزئية دي كلها جزئية الشخير من اول الانف الحلق لغاية الحنجرة فالتنين اصبح ومرتبطين ببعض عيان النهاردة الكورونا او عيان الشخير بيجي بيجيولي الاتنين ومش عارف انا عندي كورونا ولا الشخير ده جديد ولا الشخير ده زاد ولا ابتدى توقف نفس بسبب الكورونا الحقيقة موضوع بقى مهم جدا والفصل فيه بقى محتاج يعني عين فحصة دقيقة تقدر تفسر وتقدر تفسر صلة ما بين هل ده شخير ولا كورونا ولا الاتنين ولا ده الجيل اول ولا ده الجيل اول ليه المريض الشخير بيتأخر في العلاج مريض الشخير الحقيقة بيتأخر في العلاج اولا يعني دكتور ايمن والميديا بتاع دكتور ايمن الموضوع ده النهاردة اصبح قريب جدا النهاردة مريض الشخير ما بقاش يتأخر في العلاج زي زمان ليه ما كانش عنده اي خبرة ما كانش عنده اي رؤية ما كانش عنده اي معلومات النهاردة الثقافة الطبية اللي البرنامج بتاع حياتك بيقدمها الحقيقة على أعلى مستوى خلت مريض الشخير النهاردة يجري ويجي ويقول أنا مريض الشخير كان زمان مريض الشخير بيجيلي وكلمة الشخير نفسها أنا مش عايزة أقولك أنا يعني إيامة الترياء على تخصصي من عشر سنين أنت شخير ها ها أنت شخير مش عارف إيه وحقيقي بس مش دي كترة اللي هي الترياء أو أكيد لأ طبعا المرضى لأن كلمة الشخير في حد ذاتها كانت تلمع عيب لأ كان من عشرين سنة كان ممكن تلاقي مريض أو حد وهو مثلا مش في الطب يقول لك هو كمان الشخير هيعملوله عيادة بالزبط كترة أو عيادة أمراض النوم دي ما كان بتتحطى على يفطى يعني كانت الناس تستغرب هو في أمراض النوم هو في أمراض في النوم بالزبط بالزبط كانت الزوجة تيجي تقولي بيطلع صوت أو لأ يعني بيشخر تبص في الأرض وكذا النهاردة لأ النهاردة بتيجي هي مسجلة لجوزها وهو مسجلة وبيجي هما الاتنين بيتكلموا بكل أريحية في فيلم اسمه محمي خلع هو اللي علم الناس الحركة دي بالزبط كده الأستاذ هاني رمز الله بسيب الخير فنان الجميل ده هو اللي علمهم الحركة الحلوة فالنهاردة تسجل لنفسه واناك أيوة ففعلا النهاردة مريض الشخير بقى يتأخر بس بيتأخر ليه بقى؟ بقى تأخر عشان خايف يجي يعمل عملية أو يتقلوا عملية بقى يتأخر عشان مثلا المسافة بعيدة مش لقي متخصص جنبه يروح له النهاردة الناس اللي بتكلمني من كل حتة في العالم في الدولة العربية الدنيا كلها بتستشير وبتقول لي بعد المسافة عاملين عائق نروح لي مين حوالينا فهي دي من أكتر المشاكل اللي بتقابل مريض الشخير إنه هو يتأخر في العلاج إنما لو عليهم يتعالجوا من بكرة نتيجة العملية نتيجة عملية الشخير بتعتمد على فوق دايما نحن نقول إيه؟ وده الناس اللي أنا عايز أعلمه للناس يا الناس تفهم إنه أي اوبريشن بتعتمد في نجاحها على عدة عوامل العوامل دي عوامل منها على المريض عوامل على الدكتور عوامل على المستشفى التالي دي العوامل الأساسية فعايزيني يتكلم على عوامل نجاح عملية الشخير ده كلام محترم جد فعلا عوامل نجاح العملية الشخير على ثلاث حاجات الطبيب نمر واحد طبعا في الطبيب فريق العمل كله بتاعه طبعا طبعا فريق العمل الطبيب بالممرد بالمساعد بكله بالتخدير التيم وورك ده كله لازم على أعلى مستوى ومتخصص ومتخصص في جراحات الشخير سواء كان الطبيب سواء كان تخصصه اللي هو الشخير سواء كان خبراته دكتور التخدير بخبراته المساعد بخبراته ده طبعا ده علي عمل مهم جدا ديني مراواح الأجهزة طبعا النهاردة عليها دور خرافي النهاردة الأجهزة اللي بنشتغل بيها اللي موجودة داخل حجرة عمليات الشخير مختلفة تماما عن أي حجرة عمليات جراحتان عندنا جهاز كوبليشن طبعا لازم ايدينا ورجلينا عندنا جهاز ريديو فيكنسي اللي هو التردد الحراري عندنا جهاز الشيفر اللي هو الجهاز اللي بنستخدمه في حاجات كتير جدا سواء غضاري في الأنف تصغيرها سواء كان في جزء من اللسان سواء كان في لو فيه لوز لسانية النهاردة بقيتنا ورجلينا المناظير الكاملة سواء كان الفايبر أوبتيك أو سواء كان الرجد كل الكلام ده النهاردة الأجهزة لها دور مهم احنا قلنا طبعا الطبيب وقلنا الأجهزة والتجهيزات قط العمليات والمريض الناس فاكرة أن أن الطبيب والأجهزة فقط لا طبعا المريض عليه عامل كبير جدا كمان في نجاح العملية بمعنى النهاردة مريض لما يجيلي ويكون هو سواء كان بيشرب سجاير سواء كان بيشرب كحليات سواء كان عنده سمنة مفرطة جدا أسباب كتير جدا في المريض نفسه وفي حياة المريض نفسه لازم ياخد باله منها عشان بيبقى عليها جزء في نجاح العملية يعني لو مريض بيشرب سجاير أنا بشترط عليه لازم تبطل سجاير يقول لي ليه أنا كتير جدا مش شابه سجاير ومش شابه سجاير بقى لها 20 سن أقول له لا بعد العملية أنا عمليتي بإذن ربنا طبعا بضمن لك أن العملية بتعمل توسيع لمجرى التنفس بنسبة 100% طب المية في المية دول لما بتشرب سجاير أو تشرب كحليات بالالتهبات اللي بتحصل فيها بتقللي مجرى التنفس دو 20% 30% أنا ليه تبقى عمليتي 100% وإنت بسببك أنت تقللي العملية 20-30% فالمريض مهم جدا لازم يسمع كلام الطبيب فيما يخصه ما بعد الجراحة الفترة النقاها هذه العملية من عمليات اللي تحتاج إلى وقت عشان تظهر نتائجها ولا يعني يعني ولا الأمور بتبقى باينة من الأول وتتحسن طبعا نتائجة عموما في كل الجراحات السنية معنى الريان ده سؤال حلو أيها الحقيقة هنا المريض أو الدور بتاع الطبيب أو واجب الطبيب على المريض للمريض إن هو يشرح له يشرح له لأن إحنا عمليات الشخير عندنا عمليات مركبة يعني أنا ما عنديش عمليات سابتة للشخير ما هي العمليات الشخير تفصيليات بالزبط أنا ما عنديش عمليات أشيل لوز أشيل لوز ما عنديش مثلا عمليات حجز أنفي قاعد الحجز أنفا على حسب المشكلة وعندنا مشكلتنا إن إحنا مجرى تنفس من أول أنف لغاية الحنجرة المنطقة دي فيها عشرة خمستاشر عامل كل عامل فيهم ممكن يبقى فيه عملية وعمليتين طب دخال حضرتك لأنه يبقى 30 عامل قدامي أنا بتحرك فيهم هو السؤال كل واحد فيهم لنسبة تحسن ونسبة شفاء بفترة معينة هد الحقيقة مثلا مثلا عمليات غضاريف الأنف عمليات غضاريف الأنف من العمليات السهلة جدا لكن من العمليات البوست أبراتف بتاعها بايخ شوية بايخ بمعنى إيه بايخ بمعنى إذا ما كانش يتعامل متابعة للمريض كويسة ممكن يحصل تساقات إذا ما كانش يتعامل المريض متابعة ونضافة للأنف كويس مع أننا بنستخدم جهاز الشيفر ولكن المتابعة مهمة جدا عشان كده لما بنتدخل في المريض في مثلا تصغير غضاريف الأنف أنا بدل المريض شهر ونص لغاية ما يتحسن مع أني لو شلت عملت له تجميل للهاء فقط يعني في عيانين بعملهم تجميل للهاء وسقف الحل بالبنج الموضعي في عشر دقائق أقول أنت بكرة الصبح تنزل شغلك بعد بكرة تاكل وتشوف زي ما أنت عايز والتحسن بيظهر في خلال 24 ساعة ففرق كبير جدا ما بين 24 ساعة وفرق كبير ما بين شهر ونص فعشان كده المريض اللي يسمع كلام الطبيب ويقوله أنا إمتى هتحسن كل جزئية وكل شغل في جراحات الشخير لفترة زمنية محددة رجلك ورمى يبا أنت لكن ده مريض وممكن يكون مرضه خطير كمان لكن أنا بحب أسمحهم ليه بقى لأن تجربتهم لها تركات كده سيارة هم بيقولوا عليها يمكن مش موجودة في الكتب وممكن ما نخطرش ببلنا إن إحنا نهتم بيه مش تقصير منا لإن إحنا بنبص دايماً للعاجات الكبيرة بنخاف من الميجور بروبلم الميجور بروبلم نمش في دماغ العيانين طب إيه اللي في دماغكم تعالوا نسمع مع بعض السلام عليكم أنا ياسم محمول عبد المعد ومن حفظ الأكثر كنت عاني من الشخير منزيد أكتر من 18 سنة مع ارتفاع في نسبة الضغط وارتجاع في المريء وانتفاق في المعدة مع أرق النوم والمشكلة دي كنت عاني فيها فترة كبيرة وإن نعم أثناء الليل كان يحصل لي أرق النوم وما فيش تعدى عليه ربع ساعة ولازم أسحم النوم أسحم ساعات بارتفاع الضغط وضوخة ودوار شديد خالص كأني مليمتش خالص وحتى المدام عندي حصل موقف في يوم كان الحمد لله ربنا نعم علي أني مش أخرش بتاع فخافت علي فكرة أن أنا مغمي علي أنا الشخير بصراحة كان مسبب لي ارتفاع في الضغط كنت روحك لأكتر من دكتور أو عدمه وقلب يقول لي مفيش أي حاجة دي عراض نفس الجسمية مفيش منها صحف العضوية دي عراض نفسية من دخلك أنت ومع ذلك برضي نفس العراض كدت تجيني تاني اتفاق في المعدة وجازات وترجاع في المريء روحك الشرط دكتور جهاز عدمي وجال لي برضي مفيش أي حاجة عندك خالص برضي لجيت نفس العراض رجعت لي تاني جال لي الحل في أنك تشيل تعدل الحجز الأنفي لعندك لأنه هو السبب الأساسي المسبب للمشاكل دي أنت معددك وتجازل معددك تماما مفيش أي مشاكل المشاكل الأساسية نجد من الحجز الأنفي أجمل مكان روحته في مصر على فكرة استمتعت جدا لقصر لقصر دي حتة يعني فيها بركة كده جميلة وفيها حاجة طاقة جبية والأهل لقصر دون ناس جمال جدا من هما وأسوان لقصر وأسوان لكن الراجل ده مذاكر قوي يعني ما شاء الله دايما من الصعيدة بيذاكروا الحاجة فقال كلام يعني أكاديمي جدا تكلم على ضغط دمه بس تكلم على حتة جديدة إجازة الهضم بتاعه وتأثيراته بسبب التهاب سعف الحل طبعا العيان يا دكتور أيمن بيبقى حافظ نفسه حافظ نفسه حافظ إيه اللي بشتيك بيه يعني لما بساعات بسمع العيان أنا بحس إن أنا يعني مسك الكتاب وكل السمتوم زي ما كنا زي ما بيقولوا كده إحنا كنا بنحفظها وبنعرفها هو بيسمعها لي واحدة واحدة وبالإيه بالبرائيروتس تتعاد بدرجة الأهمية أنا ضغط الدم يعني هو ركز على ضغط الدم جدا جدا لأن ده كان ده أكتر حاجة بسببه له مشكلة وبعد نركز على الجهاز الهضمي سواء كان الغازات سواء كان الارتجاع المريء سواء كان فهو العيان حافظ حالته كويس جدا لكن الحيال يعني بالذات العيان دون مشكلة القلب ومشكلة ضغط الدم عنده كانت مشكلة كبيرة كانت مقرقات و دلوقتي يعني أنا بشكر ده كثرة جرحين القلب بالذات لأن هما ابتدوا ياخدوا بالهم جدا من تأثير الشخير والخنقة والسليب أبنية على موضوع القلب كان الموضوع الزمان مش عايزة أقول تايف بعض أو ما كانش فيه تخصص الشخير فكانت العملية بالنسبة له هنودي العيان فين العيان مخنوق من فوق فالنهار ده الحقيقة ابتدت جرحين القلب يبعتولي الحالات بالاسم زي ما بيقولوا ليه؟ لأن هو جرح القلب لما بيعمل عملية قلب مفتوح ويرجع ضغط ويرجع القلب أو يرجع الدم للقلب مرة تانية ويرجع القلب لحالته الطبعية طب أنا هسأل سؤال مهم جدا هو أهمية الأكسوجين إيه؟ كلنا عارفين الأكسوجين آه مهم جدا بيدخل وبنتنفس وهو اللي بيروح كل حت لكن الناس كتير ما تعرفش إن الدم اللي ماشي في جسمنا ده إن ما كانش يتميله أكسوجين زي يعني يحمل بيه آه سنة ربعة ابتدائي بيدرسوا السيركولياتري سيستم والأكسوجينيت والأكسوجينيت آه الدم الأحمر والأزرق والأزرق فالقصة كلها في الأكسوجين بالضبط كيف يعني الوريد ده يعني عشان بيفرقوا يعني آه آه بالضبط فهي قصة كلها في الأكسوجين هاديش بيتعور بدلا دم أزرق بالضبط كيف فهو الأكسوجين بيدخل يخلي نتكلم بقى بسنة ربعة ابتدائي يخلي الدم الأزرق أحمر فالأكسوجين ده اللي بيخش هو اللي بيخلي الدم أحمر يخليه دم دم بقى اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو الأكسوجين يدخل في كل حتة في الجسم فأهمية جراحة القلب المفتوح بتعتمد أساسا على الأكسوجين اللي احنا بندخله له بفضل ربنا فهدي نقطة مهمة في منتقى الأهمية كان عابدنا بدرس علوم زمان يعني تاريب ما كيتش كان تخريم معايا مرة ولا طالب سواء فاكرنا لغاية دلوقتي سبحان الله انه أنا قلت الكلة قبل جهاز الهضمي فدايق أوي وانا بتكلم على الكلة قبل جهاز الهضمي كل نفسنا ستة ابتدائية ولا في خمس ابتدائية فهو فاكر ان يعني قال لي تعبيره ساعتها يدوله على انه ما كانش يبدرس علوم يعني كانوا بزمان بعمل ساعات يجيبوا بدرس علوم لغاية لما يجيبوا بدرس علوم لكن هارجع اقول تاني انه الناس بدأت تفهم قيمة وخطورة الشخير واعتقد ان احنا بسبب هذا الفيديو اللي انا اكتر برنامج في العالم وفي وجودك طبعا نزلنا هذا الفيديو اللي هو فيديو لسليم أبنية توقف النفس أثناء النوم هو ده اعتقد انه خلى زملائنا في البرانشات التانية بدأوا ياخدوا بالهم من هذا الموضوع والفيديو ده كمان أحلى لانه ده بيورينا مع السمنة فبتوع جرحين السمنة بدأوا ياخدوا بالهم طبعا من الموضوع يعني كمان فكله بدأ يقب باله قد ايش يخير بيضر الانسجة هو عايز يعمل عمليةه في السمنة ولا يعمل عمليةه في القلب والانسجة بتاعة الجسم جيدة تتوصيل للأكسجين فلازم يجيلك الأول عشان تضمنه انه لم يدرب غرزة ويعمل غرزة هلتائم الجرح ما يحصلش اي مشاكل غير مفصرة وتكون سمابة فعلا ان الانسجة مش وصل لها أكسجين بتنورنا وبتشرفنا وهنسيب المشاهدين مع أخونا الجميل من الأكسر والحبيبة بلد الخير والأمان طيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشيم إبراهيم استشاري أنفو الأذن والحنجرة ودكتوراه واستشاري علاج بالليزر من كلية طب جامعة القاهرة زمانية الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم وجمعية الأوروبية والأستاذ زائر من المستشفى الرجل الكير العالمي لبل الخرطوب نورت وشرفت دايما الدكتور الشرفين الدكتور الدكتور